يا نساء الخير عليكم جميعا مشاهدين الأعزاء سائل ورد سائل فل سائل ياسمين سائل سعادة على كل مشاهدين الأعزاء وحشتوني من الأسبوع اللي فاكي الأسبوع ده أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم هيا وآدم بنانيت كتيرة جدا وسيدات بعطولي وقالولي إحنا بنصرف كتير قوي على الكريمز بتاعدي التجعي وللأسف بنستخدمها وبعد ما بنستخدمها أول ما بنبطل بيحصل لنا إيه بترجع التجعيد وممكن ترجع بشكل أسوأ مفيش أحلى من الطبيعة يا جمعا النهاردة أنا جايب لكم وصفة طبيعية بسيطة جدا هتستخدميها من مكونات البيت بس تستمر عليها فترة لأن الحاجات الطبيعية آه مش بتجيب نتيجة سريعة ولكن لما بتستمر عليها فترة بتجيب نتيجة حلوة جدا وفي نفس الوقت مش هتضر بشرتك لأنها من الطبيعة وصفتنا النهاردة بسيطة جدا ودي للتجعيد لأي سن لأن أحيانا بيبقى بنات في العشرينات وبيبقى عندهم تجعيد بسيطة أو الخطوط البسيطة اللي بتبقى حوالين العين أو حوالين الفم وصفتنا النهاردة زي ما قلت لكم بسيطة جدا هتجيبي بيضة وتاخذي البيض بتاعها بيض بيضة مع نص معلقة قرفة هتمزجيهم كويس مع بعض وهتعملي ماسك حوالي عشرين دقيقة وبعد كده تخفيلي الماسك ده هتستخدميه مرتين في الأسبوع هتستمري عليه وهيجيب نتيجة معاك هيلة جدا طيب في ناس بشرتها حساسة ومش هتستحمل القرفة لأن القرفة حمية حبتين على البشرة بلاش قرفة خليكي في بياض البيضة فقط هتستمري عليه مرتين في الأسبوع مع فترة لمدة مثلا نقول لو قعتي حوالي شهر هتلاقي نتيجة هيلة أحسن من مليون كريم من الكريمات اللي انتي بتصرفي فيها كثيرة جدا ولو بطلتي بتبقى زي الإدمان لو بطلتيها بتزيد عليك التجايد دي وصفة سريعة كده وإن شاء الله دايما هنبقى نديكم وصفات جميلة لبشرتكم ازاي تهتموا بالعناية بالبشرة وكمان ازاي تهتموا بنفسكم موضوع بقى التخصيص اللي كنا بدأنا به أول حلقة أنا سامحوني المراضي أنا تلميزة كسولة الإسبوع دا ما خستتش قوي غير هما 800 جرام علشان بقى الأجازة انتوا كل سنة وانتوا طيبين ومنخرجوا منها كل تكاوي والحاجات دي كلها فكان نزول الوزن كان حوالي 800 جرام المرة الجاية ان شاء الله والله همشي على الروتين صح وهخصة أكتر ان شاء الله معاكم دايما طبعا مشاهداتي دايما بيبعتولي مشاكل الخاصة بيهم وبياخدوا رأيي فيها ففاقرة اسأل مونة جات لنا مشكلة من المشاهدة والمشكلة دي مش حاجة واحدة دا عند ناس كتيرة قوي هي بتقولي ان هي بتشتغل وجوزها بيشتغل وحياتهم رائعة منص ضمنها جدا 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 هو لو هي مش موجودة في البيت بيعتني بالأولاد لو هي مش موجودة في البيت هو يعني بيتبادله العناية بأولاده والحياة جميلة وبسيطة وسهلة ومتفاهمين وبيتفسحوا بيعيشوا حياته متمام لها أخت زوج كانت مسافرة وكانت راجعة من الإمارات وأخت جوزها كانت عايشة في الإمارات بقالها فترة طويلة وحصل مشكلة مع ابنها لما دخل الجامعة الولد للأسف صحابه علموا الإدمان والتعاطي والحاجات اللي مش كويسة دي فالولد للأسف البوليس مسكوا هو بيتعاطى فحصل له مشكلة ودخل الاسم وبعد كده رجعوا مصر مشاهدتنا اللي بعتلنا المشكلة بتقولي والله اهتمت بيها ورحبتي بيها في بيتي وحاولت ان انا وسيها على موضوع ابنها وقفت جنبها جدا 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 ولكن هي طبعا قعدت عندي شوية كل حاجة بتنطقت حياتي بتنطقت كيفية إدارتي البيتي بتنطقت كل حاجة فيه انتي أم مش نفعة انتي أم فشلة انتي زوجة فشلة انتي 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 وطبعا قعدت جنبها أخوها اللي هو زوج المشاهدة اللي بعتلنا المشكلة واضفت شوية سبايسي كده على الكلام وخلت البيت بقى حريقة الموضوع ده بقاله ثلاث شهور المشاهدة بعتلي وبتقولي أنا كنت عايشة في حياتي وكنت مفسوطة بيها وكنت بشكر ربنا عليها من ساعة أم ما جات لي وهي حولت حياتي جحيم المشكلة ان أنا وجوزي دلوقتي وصلنا لمرحلة الانفصال بقى في انفصال عاطفي وهي له انفصال زوجي وطلق فهي بعتا لي أولا حفظي على بيتك حاولي يعني رضي ليها حفظي على بيتك حاولي تخرجيها من حياتك وبعدين يا جماعة الموضوع ده انتشر جدا ليه كل الناس بيتدخلوا في حياة كل الناس انت مالك هي حياتها تمام وسليمة وزي الفل انت مالك انت لو أم واو ما حصلتيش ما كانت ابن الجراله كده ودي مش شماتة ولكن يعني انت مش الأم البرفت كلنا خطائين كلنا عندنا مستيكس بس فيه ناس بتتقبل الأخطاء بتاعتنا وفيه ناس ما بتتقبلهاش ليه كل واحد بيحكم على حياة غيره كأنه البرفت اللي ما حصلش اللي ما عندوش غلطة مش من حقك تحكم في حياة غيرك مش من حقك تتدخلي في حياة غيرك دايما الانسان الناجح مش بيفكر في حياة غيره لأنه بيبقى مشغول بحياته وازاي يصلحها وازاي يكبر حياته وازاي يزود نجاحاته لكن الناس الفاضية الناس توري الفشلة تلاقيها دايما بتنتقد الآخرين دايما حطين مناخرهم في حياة الآخرين محدش يتدخل في حياة حد لو كل واحد ركز في حياته هو وبس صدقوني مجتمعنا هيختلف تماما لو كل واحد مداش الحق لنفسه أن يخرب بيت أو يقول رأي ممكن يضيع أسرة سعيدة ومفصوطة ومقلم حياتها صدقوني الحياة هتختلف مجتمعاتنا الشرقية فيها تدخل كتير قوي يا إما من العيلة يا إما من الأصدقاء فبلاش ندي كمان الزوج بلاش تدي ودنك لحد مش هينفعوك ولا أختك هتنفعك ولا مامتك هتنفعك مع كامل احترامي ليهم ولكن زوجتك وحياتك وبيتك ومراتك هم دول اللي هينفعوك لأن دول حياتك وقصرتك ومش معنى كده أنا بقولك يعني طعقهم أو ما تبرهمش لا برهم ولكن انت ليك حياتك وكل إنسان ربنا كتاب له حياة هو قادر يتأقلم ويتكيف عليها محدش يا جماعة يتدخل في حياة حد لو سمحتو عشان ننجح عشان نبقى أفضل فاصل ونعود ورجعنا لكم بعض الفاصل مشاهدين الأعزاء حضراتكم لو تذكروا إن احنا عندنا مسابقة المايكوب أرتست ومن خلال المسابقة زي بنتعرف على المتسابقات والمميزين فيهم وطبعا فن المايكوب ده فن جميل جدا بيحلي البنات مش بيوحشهم معينا ومعيكم متسابقة جات لنا الأسبوع اللي فات عملت لنا مايكوب هايل جدا وحضراتكم شفتوه وجبنا مودل وعملت لها مايكوب وما حصلش المايكوب المفروض بيحلي البنات مش بيوحشهم المايكوب أرتست معينا النهاردة أستاذة أسماء محمد النهاردة بقى جايبا لكم حاجات لو سمحتوا اللي أقل من 18 سنة يقوم من قدام الشاشة هتترعبوا لأن هي جايبا لنا مايكوب رعب بتعمل لنا الخدع السينمائية بتعمل حاجات بجد تخوف جدا الأصحاب القلوب الضعيفة والأقل من 18 سنة يقوموا دلوقتي لأنها هتخافوا جدا 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 أهلا بيك يا أسماء أهلا بيك نورت الدنيا حبيبة أنا طب الموالفة كنا حلوين وجبنا حاجات حلوة ما لازم يبقى فيه ده وفيه ده حرام عليك أنا عن ناس دي خوف ما هو ده الفن بقى ما هو الفن اللي أعرف فطلع حاجة كويسة وأطلع في نفس الوقت حاجة مرايبة برافو عليك برافو عليك طيب إحنا عايزين بقى إزاي تجاهتي نعرف منك إزاي تجاهتي الموضوع الميكوب الرعب ده أو الهيرر أوكي ومين أعلمهولك أولا أنا ما حدتش أعلمولي سنيا أنا بدأت أني أشوف أنا بحب الأفلام الرعب جدا أصلا فبدأت أني أشوف فيه ناس في السنة ما بتعمل الشجل ده فحبيت أني أدخل على اليوتيوب وأعرف الشجل ده بتعمل إزاي فدخلت وبدأت أني أجيب تفاصيل من هنا وتفاصيل من هنا ولميت وبدأت أني أجمع معلومات يعني عندي وبدأت بعد كده أنا أعمل في أفكاري بقى أنا أطلعهم حتى الماتيريال اللي بستخدمها كنت بستخدم في الأول الماتيريال العادية عادية جدا زي ألوان الميا والعجينة أنا عايزة أعرف بقى منك هل الماتيريال دي بتبقى ماتيريال خاصة بالرعب أو طبعا ولا الميكب العادي بس أنت تلعبي في الألوان لا هو ليها ماتيريال مخصوصة بس أنا أول ما بدأت بدأت بماتيريال طبعا أكيد قليلة جدا ألوان الميا والعجينة أنا بقيت أعملها في البيت طبعا الماتيريال بتاعتها يغالية جدا فأنا بدأت في الأول لحد ما تعلمت بعد كده دلوقتي جبت الماتيريال وعندي فيلم إن شاء الله هصوره فيلم الروع ببردو فاوس طيب يا حبيبسي أولا مجال المجال ده مش ممتشر كتير لا مش كتير وعايز أقولك إن الأفلام دي كانوا بيجيبوا الأول خبرة من بره علشان يعملوا لهم الخدع السينمائية والرعب والأشكال اللي تخوف دي صح ما كانش فيه في مصر خالص الحمد لله كده مسلمين لا بقى في دلوقتي ما جيت طيب هل بقى بيطلب منك غير بقى الأفلام السينمائية والحاجات دي هل بيطلب منك الحاجات دي في مثلا في مناسبات لا أكيد ما فيش في مناسبات بس في الهالوين في شغل الفانتازيا غير الرعب الفانتازيا العادي اللي هو الرسومات والحاجات العادية غير الرعب فده بيطلب مني في الهالوين بس يعني إنما الرعب مش بيطلب مني غير في الهالوين بس أوكي إنما الفانتازيا الفانتازيا الفراشات الميكاب الفانتازيا اللي هو زي كنت في الكريسماس لو نزل الصور كنت عاملة شجرة وكنت رسمة بابا نويل فوق وكنت عاملة الشفيف العصوية بتاعة بابا نويل وكنت عاملة الكاد بتاع بابا نويل برضو انتي جايبا لنا السور دي معيك ايوا حابين نشوف السور بعد اذن السور هنشوفها دلوقتي او ماي جاد دا انا اول ما بدأت اتضرب على نفسي اتضربت على نفسي حرام عليك انتي عملت بقى ايه الماتورية اللي انتي عاملاها دي كانت بمنازيل وبدأت اني انا لزقها كويس وبعد كده بدأت اني احفر عشان اعمل الدم دوت ممتاز بس وطلع معايا كده طيب عايبين شورة تانية لو صبحتوا استعدوا يا جماعة للرعب الاكسر دي كانت تمام اللي بعدها او ماي جاد ليه كده دي كانت الجوكر ده الجوكر بس بنظم انا اخترطي فيه شوية حاجات كده ليري الجوكر اللي احنا بنشوفه مرعب لكل السينمائيين ولكل المخرجين معانا فنانة للرعب وما حصلتش اللي بعدها دي كانت ايدي انا عاملة في ايدي انا عاملة في الكاليدي كنت عاملها بعجينة عجينة في الكاليدي انا بعملها عجينة معينة طبعا مش اي عجينة وبدأ ببدأ اني انا افحر واعمل بقى التخطيب تحاري في جلدك سيابتك؟ لا مش في جلدي ما انا بحط حاجة زي العجينة على قدية بفردة بعجينة ببدأ اني انا افحر تعملي فيها زي حط واحط دم كده بعمله وبعد كده ممكن احط عليه ده ببير بزي كانت رقبتي برضو احرم عليكي برضو تميها نفسك انا بيتعلي جوزك عيش في روعه ما هو اللي بيصورني استراحة هو شكله طفقة حرم عليكي تصورك استحمل المناظر دي اه وبيحاول انه استحمل اه ممكن اللي بعدها هنشوفها دلوقتي حرم عليكي اه ديات عاملها اكدناها وش محروق اوكي اه هي كان وشها تحسي فعلا محروق حرم عليكي بس هي فعلا فضيعة لا وبعدين انا حط حاجة على العين علشان تتعمل حاجة تطلع للعين برا اوكي تمام لا بجد فضيعة اعتقد ان اني لا تقلي عن اي فيلم رعب شفنا عالمي يا جماعة المخرجين السينمائيين حتى على فكرة بتعمل ميكب حلو برضو البنائت اللي عايزة تعمل ميكب ارقام التواصل الخاصة باستاذة اسماء موجودة على الشاشة اه تواصلوا معيها اه لان هي بجد هي تالنت هي موهوبة تمام اه الحاجات ترعبتنا وخوفتنا بس دي برضو موهوبة شرفتين وكانت بجد فكرة مميزة ليكي شرفتين يا حبيبتي قلبي ربنا يخليك يا رب وانا حبيتك بجد دي ربنا يخليك يا رح قلبي وعلى فكرة استاذة اسماء محمد علي متصابقة رقم اتنين تو صوتو لها فاصل واناو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة